بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ازايكم ميدا كاترة بالنسبة للrotational motions وبالذات الrotation around x axis اللي بنرموز لها بالRx هناخد مثال للrotational motions بالنسبة للمية لانها مركب بسيط ونقدر نوضح عليه الrotations بسهولة المية طبعا H2O فقه دي زارة الأكسجين وزارتين الهايدروجين وهناخد الx والy والz axis في الاتجاهات دي بحيث ان الz لفوق والy هتكون على نفس مستوى الصفحة يمين والx هتكون خارجة من الصفحة في اتجاهنا عمودية على البلين بتاع الموليكيول فلما نيجي نعمل rotation لو عملنا rotation في اتجاه الz axis اللي هو هيكون متجه لأعلى فهنتخيل ان محور الz عبارة عن محور واحنا غرسناه في الاكسجينة بتاعة الH2O تمام؟ المحور اللي احنا غرسناه ده جوه الموليكيول لما نقوم بعمل حركة دورانية باستخدام هذا المحور هنلاقي ان الجزيء بتاع المية بيدور في الاتجاه ده مثلا فلو رمزنا للهيدروجينة دي بالرمز هنلاحظ ان الاتج اي عملها بالدور وتطلع في اتجاهنا وبعدين تيجي مكان الاتج بي والاتج بي تلف من ورا الصفحة وتيجي مكان الاتج اي تمام؟ فباستمرار تدورنا للمحور الجزيء بيدور بنفس الشكل باستمرار تمام؟ يبقى تخيالنا ازاي بنعمل الروتيشن حوالين الزد اكسز نفس الكلام لو عملنا الروتيشن في اتجاه الواي برضو هنعتبر ان المحور واي مغروس جوه زرة الاكسجين فلما نيجي نعمل دوران باستخدام هذا المحور نعمل الروتيشن هتيجي التو اتشز اللي تحت دولة هيلفوا ويجوا في اتجاهنا برا الصفحة وبعدين يطلعوا الفوق وبعدين يدوروا ورا الصفحة ويرجعوا تاني في مكانهم وهكذا باستمرار تمام؟ فأثناء الدوران التو اتشز اللي تحت دولة لما يتحركوا هيبتدوا يبقوا فوق تمام؟ وبعدين يلفوا ورا الصفحة ويرجعوا تحت تاني وهكذا مع استمرار الروتيشن حوالين الواي اكسس اما بالنسبة للأكس اكسس فهنعتبر انه برضو محور ومغروس في زرة الاكسجين طبعا الاكس طلع في اتجاهنا هنا وبقتها ورا الصفحة تمام؟ فلما نعمل دوران باستخدام هذا المحور اللي هيحصل ان الهيدروجينا اللي على اليمين هتلف في نفس مستوى الصفحة وتيجي عند الشمال والشمال هتلف في نفس مستوى صفحة الورقة وتيجي على اليمين وهكذا مع استمرار الدوران دايما هيكون كل واحدة بتيجي بتلف وتيجي مكان التانية على نفس سطح الورقة تمام؟ فلو شفنا او الروتيشن Rx الروتيشن حوالي المحور وشفنا تأثير الروتيشن ده على السيمتري ألمان سبتاة الـ H2O نحن عارفين الـ H2O بتنتمي للبوينت جروب C2V وطبعا السيمتري ألمان سبتايتها هي الـ E والـ C2 Z في C2 في اتجاه الز وسيجما V في اتجاه الـ X Z plane وسيجما V تانية موجودة في اتجاه الـ Y Z plane فلو جينا نعمل روتيشن في اتجاه الـ X اكسز اللي احنا قلنا انه طالع في اتجاهنا وهنعمل روتيشن ده clockwise يعني احنا حطينا محور مغروس في زرر الأكسجن وعملين محور تمام فإذا الجزء كله هيلاف بالشكل الموضح أمامنا صح طبعا اي روتيشن الموشن بالنسبة للسيمتري ألمان E بتبقى دايما مفيهاش تغيير فبنديها الرمز plus 1 تمام نيجي بقى للـ C2 Z C2 Z يعني عندنا محور C2 في اتجاه الز تمام في نفس plane بتاع الصفحة فيه C2 تمام لما نعمل دوران 180 درجة أثناء ما احنا بنعمل الـ Rotational Motion في اتجاه الـ X هيحصل ايه تخيلوا كده ادي المحور بتاع الـ X لما نلف الموليكيول هتقدر تلف مع المحور X نفس مستوى الصفحة clockwise يعني تخيلوا يعني تخيلوا ان الجزيء بلف زي عقارب الساعة تمام هو بلف مع عقارب الساعة فتخيلوا ان احنا عندنا هنا ساعة والمؤشر عمال يلف المؤشرين اللي هما الربطتين دولة بتوع الأكسجين مع كل هيدروجينا عمالت لفة على سطح الورقة clockwise تمام لما احنا نيجي نعمل C2Z عملنا ايه؟ عملنا دوران 180 درجة للجزيء يعني الساعة اللي كتعملت لف قدامنا clockwise دي قلبناها احنا قلبنا الصفحة قلبنا وش الساعة خلناها بصة في الناحية التانية فأصبحت عقارب الساعة بالدور anti-clockwise تمام يعني عشان يكون دوران باين بالنسبة لكم احنا بنلف دلوقتي حوالين X axis clockwise تمام هناخد الورقة دي هناخد الساعة دي ونقلبها 180 درجة على الصفحة بدن ما هي وشها اتجاهنا هيبقى وشها للجهة الاخرى تمام هيبقى شكل الدوران ازاي بالضبط هيبقى شكل الدوران anti-clockwise لان احنا قلبنا الساعة بدل ما كان وشها في اتجاهنا ومعمالة العقارب تدور clockwise قلبنا الساعة خلينا وشها في الجهة المعاكسة ضهرها ناحيتنا احنا فأصبح الدوران anti-clockwise يبقى عمل rotational motion في اتجاه X axis كان anti-symmetric بالنسبة للC to Z لان لما عملنا C to Z الموشن اتغيرت اتجاهها تغير بدل ما كانت clockwise بقت anti-clockwise يبقى نرمز لها minus 1 لو جينا نشوف لو جينا نشوف irritational motion في اتجاه X axis بالنسبة للSymmetry element sigma V Y Z تمام sigma V Y Z يعني plane موجود في Y Z direction Y Z direction بتاعنا هو نفس سطح الورع بيضم الثلاث زرات بتاع H2O تمام فالمفروض ان البلين يكون بالشكل ده تمام احنا عشان نشوف rotation بشكل صح هنبعد البلين ورا شوية عشان تشوفوا اذا كان symmetric بوضوح فأدي البلين هتناور شوية موازي المكان الاصلي بتاعه وأدي الموليكيول كأنها وقفة قدام الميرور البلين ده هو تمام الموليكيول بتدور ازاي بتدور حوالين X axis تمام الميرور البلين بتاعنا اللي هو sigma V Y Z هيبان صورة الروتيشن ده في المراية دي ازاي في الميرور البلين ده هيبان شكل الروتيشن ده هيبان برضو clockwise في نفس الاتجاه زارة الأكسجين وآدي زارتين الهايدروجين ودي صورة مراية لها تمام فاتجاه الروتيشن لسه زي ما هو clockwise ما تغير شي بواسطة symmetry element sigma V Y Z يبقى ياخد الرمز بلاس 1 نيجي بقى للsymmetry element الأخير اللي هو sigma V X Z فين هو بلاين بيضم المحورين X و Z تمام فهو هيكون عمودي على مستوى سطح الورقة عمودي على الموليكيول بيقطعها بالنص بالزبط تمام يعني المفروض ان مكانه بيكون هنا تمام فعشان بردو نشوف الروتيشن بوضوح هنسحب البلين ده موازي له كده هنسحبه يسارا شوية عشان نشوف الروتيشن بشكل أوضح فادي البلين بتاعنا رسمناه موازي لنفس البلين بتاعنا اللي على الموليكيول سحبناها بردو شوية بس عشان تشوفوا الروتيشن بشكل واضح فادي الروتيشن حوالين الـ X أكسز عمالين بناء من دوران الموليكيول بتاعتنا في نفس مستوى الصفحة الميرور بلين على اليسار بالنسبة لها تمام لما يكون الدوران هنا clockwise والموليكيول عملت دور في نفس مستوى الصفحة باستمرار حوالين الـ X أكسز الصورة بتاعتها في البلين ده في الميرور بلين الصورة بتاعتها في الميراية هكون ازاي anti-clockwise يبقى الموليكيول بتاعتنا هي بتلف في الاتجاه ده صورتها في الميراية انها بتلف في الاتجاه ده تمام يبقى هي بتلف في كلوكويس الصورة بتاعتها في الميرور بلين انها anti-clockwise يبقى بالنسبة للسيجما V X Z هياخد anti-symmetric هياخد minus 1 لان عكس اتجاه الروتيشن عن طريق symmetry element الميرور بلين sigma V X Z يبقى بالنسبة للR X LE symmetric C to Z anti-symmetric minus 1 sigma V X Z anti-symmetric minus 1 sigma V Y Z symmetric plus 1 فلما نعمل representation table of rotational motion هنلاقي ان بالنسبة للR Y والR Z هيتلاع لنا قيم الاتاء بنفس الطريقة وبنفس الخطوات اللي عملناها في الR X عايزاكوا تعملوها بالنسبة للR Z والR Y وتتأكدوا هل فعلا القيم بتاعتكوا هتتطابق مع القيم اللي في table واذا ما قدرتوش تحلوها اكتبوا في commentات وان شاء الله هحلها معاكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم على معنى irreducible representation وreducible representation وهنا وهنا وناخد الـ tables الخاصة بال الـ representation ان شاء الله اشتركوا في القناة